موسيقى السلام عليكم وأنا بكم إلى نشرة أخبار عمان من مركز الأخبار بالتلفزيون السلطنة عمان مرحبا بكم نبدأ النشرة بأهم العنوان مجلس الوزراء يهنئ المنتخب الوطني لكرة القدم بإحرازه لقب بطولة كأس الخليج ويشهد بالتنظيم المتميز لدولة الكويت الشقيقة لهذه الدورة موسيقى شرطة عمان السلطانية تحتفل بيومها السنوي وسط إنجازات تحققت على كافة المستويات موسيقى الهيئة العامة لسوق المال تعتمد اللائحة تنفيذية لصناديق الاستثمار العقاري وتفتح الاستثمار الأجنبي حتى مئة بمئة موسيقى وجابعة سلطان قابوس تبتكر تقنيات جديدة تعزز من إنتاج النفط بالميكروبات موسيقى موسيقى أهلا بكم إلى التفاصيل في إطار النتائج الإيجابية التي حققها المنتخب الوطني العماني لكرة القدم بحصوله على بطولة كأس الخليج الثالثة والعشرين لكرة القدم والتي يقيمت بدولة الكويت الشقيقة فإن مجلس الوزراء لا يهني أبناءنا على هذا الإنجاز الرياضي الهام كما يهني الكادر الوطني والإداري والمدربين على ما بذلوه من جهد ويدعو الله عز وجل أن يوفق شبابنا من مدنيين وعسكريين في مختلف المشاركات الإقليمية والدولية إن هذه المنجزات لهي ثمرة الاهتمام المتواصل الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه لدعم الشباب وتعزيز قدراتهم على البذل والعطاء من أجل عمان الغالية إن مجلس الوزراء لا يشيد بإخواننا في دولة الكويت الشقيقة على الإعداد الجيد والتنظيم المتميز لهذه الدورة مما كان له أكبر الأثر في نجاحها وإننا لنتوجه لهم بالشكر والتقدير على رعايتهم لما أسفر عن الحادث الذي وقع بإستاذ جابر الأحمد الدولي وما تم بذله من جهود في العناية بالمصابين من المشجعين أبناء هذا البلد العزيز الذين بدأوا في التعافي ولله الحمد كما يشيد المجلس أيضا بالروح الأخوية لكل الفرق الرياضية المشاركة في البطولة وما قدمته تلك الفرق من مستويات عالية تليق بهذه الدورة متمنيا المجلس كل الخير لجميع والله ولي التوفيق بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بولاية نزوة احتفلت شرطة عمانة السلطانية بيومها السنوي وسط إنجازات تحققت على كافة المستويات وهو الأمر الذي أسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في ربع البلاد تضمن الحفل وتخريج عدد من الضباط المرشحين رعى الحفل معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة وصناعة يوم شرطة عمانة السلطانية السنوي يوم مجيد يترجم معانا الاعتزاز بهذا الوطن وقائده المفدة عبر عنه حماة الحق باستعراض عسكري وقيم على أرضية ميدان الاستعراض العسكري بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة تضمن تخريج دورات من الضباط المرشحين حيث بدأت فعاليات الاحتفال بيوم الشرطة السنوي في عزف السلام وتأدية طابور الاستعراض التحية العسكرية لراعي المناسبة قدم الخريجون بهذه المناسبة استعراضا عسكريا بالمشاه بنظام المسير البطيء والمسير العادي أظهروا من خلاله مهارات التدريب التي اكتسبوها في مرحلة التدريب التأسيسي بعد ذلك أدى الطابور سلام العلم ضمن مراسم انتقال راية الأكاديمية نحن طلبة الكلية الدفعات الأربعون نسلمكم راية أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة ليردد بعد ذلك طابور الاستعراض نشيد شرطة عمالة السلطانية حماة الحق وهاتف الخريجون ثلاثا بقسم الولاء ونتاء التأييد للقائد الأعلى حفظه الله ورعاه شاركت في فعاليات هذه المناسبة موسيقى شرطة عمالة السلطانية بفقرة استعراضية موسيقية مع مشاركة لركب فرساني خيالة الشرطة ضمن فعاليات هذا الاستعراض شرطة عمالة السلطانية أيضا ساهمت وتساهم الآن في الحركة الاقتصادية للبلاد فنحن ولله الحمد نعمل منذ عدة سنوات معا لتسهيل بيئة الأعمال وما شاهدناه الحقيقة خلال السنوات الماضية من تطور سواء كان في الإقراءات الجمركية أو إقراءات دخول وخروج الزوال للسلطنة هو أيضا مدعا للاعتزاز حيث كرم معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة قيادة شرطة محافظة الداخلية الحاصلة على كأس مسابقة مجالة البحث الجنائي للعام 2017 لا شك أن أي جائزة ترصد في تشكيلات شرطة عمالة السلطانية تأتي نتيجة جهود مبذلا من قيادة شرطة عمالة السلطانية وعلى رأسها معالي المفتش العام للشرطة والجمارك والتي لا شك أنه دائما يسعى في سبيل الحد من الجريمة ومن مختلف الجوانب الأمنية التي تسعى دائما في سبيل أن يبقى عمان آمن مستقرا وعلى مستوى مسابقة السلامة المرورية التي تنظم بعنوان قدوة والتزام تم تكريم قيادة شرطة محافظة الظاهرة الحاصلة على المركز الأول للعام 2017 قامت قيادة شرطة محافظة الظاهرة بجهود في خفض حوادث السير معنا في محافظة الظاهرة وتسليم كأس مسابقة المشا لأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة لحصولها على المركز الأول على المستوى العام في هذه المسابقة للعام 2017 إن شرطة عمالة السلطانية لتفخر بأبنائها وهم يلتحقون بزملائهم الذين سبقوهم في ميادين العمل الشرطية المختلفة سلاحهم أن يكونوا حراس أمن وحق أوفياء لعمان وما تحقق على أرضها من منجزات النقيب حمد بناشي القريني أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة نزوة هذا وقلد معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي مفتش العام للشرطة والجمارك عددا من كبار ضباط شرطة عمان السلطانية ميدالية الخدمة الممتازة الذين تفضل حضرة صاحب الجلال السلطان قابوس بسعيد معظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه فأنعم عليهم بها في الاحتفال الذي أقيم بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بمناسبة يوم الشرطة كما قلد معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك ميدالية الكفاءة لعدد من كبار ضباط شرطة عمان السلطانية وكرم عددا آخر ممن قضوا فترة طويلة في الخدمة وهنأ معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك الضباط بهذا الإنعام مشهيرا بأنه يأتي حرصا من جلالته على تثمين الجهود المتواصلة لأبنائه منتسبي شرطة عمان السلطانية لرفعة هذا الوطن العزيز 10 ملايين ريال عماني رأس مالي صندوق الاستثمار العقاري على أن تكون 25% من قيمة هذه الاستثمارات خارج السلطانية هذا واعتمدت الهيئة العامة لسوق المال اللائحة تنفيذية لصناديق الاستثمار العقاري حيث سيتم فتح نسبة الاستثمار الأجنبي حتى 100% ضمن مبادرات ومشاريع قطاع المالية وبيئة العمال للبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي تنفيذ اعتمدت الهيئة العامة لسوق المال اللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار العقاري الصناديق تعد أداة للاستثمار الجماعي في العقار من خلال تمويل عملية الاستثمار في العقار عن طريق حقوق الملكية حيث بإمكان هذه الصناديق امتلاك عقارات مدرة للدخل الاستثمار العقاري أصبح هو الاستثمار الدارج وكثير من المستثمرين بمختلف شرائحهم يرغبون في الاستثمار في العقار لكن نتيجة عدم وجود المقدرة المالية لكثير منهم في الاستثمار في عقارات مدرة الدخل نتأمل أن تكون هذه الصناديق هي الأداء الاستثمارية المناسبة لهم ونتأمل خلال فترة القريبة القادمة أن نرى عدد كبير من الصناديق سواء كانت الصناديق بشكلها الاعتيادي أو الصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية اللائحة التنظيمية لصناديق الاستثمار العقاري تمثل خطوة نجابية تساهم في تفعيل آدات تمويلية تفتح المجال لشريحة كبيرة من أفراد المجتمع للمساهمة والاستفادة من النشاط العقاري في السلطنة كما من المؤمل أن تسهم اللائحة في استقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتوظيفها بما يعود بالنفع والفائدة على القطاع العقاري هذه اللائحة جاءت على عدة فصول وتناولت الانواع المختلفة من الصناديق سواء كانت صناديقة التي تطرح للكتتاب العام أو صناديقة للكتتاب الخاص كذلك حاولت هذه اللائحة أن تستقطب أكبر شريحة ممكنة من الأموال للاستثمار داخل السلطنة فاللاحة تشترط أن يكون الاستثمار الأعظم من رؤوس أموال أي صندوق في السلطنة بما يشكل 75% كذلك هذه الصناديق مثلها مثل صناديق الاستثمار الأخرى معفية من الضرائب ونأمل هذه العملية أن تساهم في استقطاب رؤوس أموال أجنبية إلى داخل السلطنة الصناديق ستكون متاحة للجمهور على أساس أنه سيتم طرح جزء من رأس مالها للكتتاب العام أو الخاص حسب ما تتضمنه اللائحة ويمكن تداول وحداتها الاستثمارية عبر سوق مسقط للأوراق المالية وهو ما يمثل تجسيدا للدور الذي وجد من أجله قطاع سوق رأس المال في دعم وتنشيط منظومة الاقتصاد الوطني اللائحة التنظيمية للصناديق جاءت صياغتها بعد الاستفادة من تجارب عدد من الدول في هذا الجانب وتقييم واقع السوق المحلية والنظر إلى المتطلبات المستقبلية لضمان جودة إدارة صناديق الاستثمار العقاري والاستفادة منها سواء كان داخل السلطنة أو خارجها ارتفعت براءات الاختراع المقدمة من الأفراد والشركات في السلطنة لتبلغ 391 طلبا في العام الماضي وضعت وزارة التجارة والصناعة خطة تهدف لنشر أهمية حماية الاختراعات والأفكار التي تنطوي على الخصائص الإبداعية وزيادة أعدادها لترفع مساهمة السلطنة في الإنتاج العلمي العالمي خطوات فعالة تقوم بها الجهات الحكومية لزيادة أعداد براءات الاختراع المسجلة والاهتمام بالإنتاج الصناعي لها ما ساهم في ارتفاع أعدادها لتبلغ 391 براءات اختراع في العام الماضي وذلك في مجالات التركيبات الكيميائية والصيدلة والميكانيكا والإلكترونيات وتقنيات الاتصالات وتقنيات استخراج الغاز والنفط وزارة والتجارة والصناعة وضعت خطة لنشر الوعي وأهمية حماية الاختراعات والأفكار التي تحتوي على الخصائص الإبداعية من خلال براءات الاختراع في الجامعات والكليات والمناطق الصناعية ما ساهم في تقديم طلاب عمانيين للعديد من الابتكارات التي دخلت حيز التصنيع ولتحصل الطلبات على براءات اختراع يجب أن يكون الاختراع جديداً ومنطوياً على خطوة إبداعية وأقابلاً للتطبيق الصناعي كما ينصح المخترعون بتسجيل الاختراع أولاً ثم النشر عنه لاحقاً لحماية اختراعاتهم السلطنة عملت في الفترة الماضية على رفع تقييمها في مجال الانتاج العلمي العالمي عبر إقامة الندوات الدولية المعنية بالابتكار والاختراع كما تدعم أغلب المشاريع التي تقدم للمجتمع مخترعينها جدد توصل مركز أبحاث النفط والغاز بجامعة السلطان قابوس إلى طرق حديثة لتعجيز استخلاص النفط في ظروف مختبرية صديقة للبيئة التقنيات الحديثة ستسهم في تعزيز إنتاج النفط بالميكروبات بنسب تتراوح بين 28 إلى 30% نجح مركز أبحاث النفط والغاز في جامعة السلطان قابوس بابتكار طرق حديثة لتعزيز استخلاص النفط وذلك من خلال فحص وسائل مختلفة من المواد الإيضية للبكتيريا والفطريات لتكون قادرة على تعزيز إنتاج النفط في الظروف المختبرية المشروع الذي أجري بتمويل المكرمة السامية لجلالة السلطان المعطم لدعم البحوث العلمية في جامعة السلطان قابوس وشركة تنمية نفط عمان أوضح أن أربع من المواد الصابونية الحيوية لديها فاعلية في زيادة إنتاج النفط الخفيف والثقيل بنسب تتراوح ما بين 10 إلى 22% وبطريقة علمية قام الفريق البحثي بدراسة كتلة الميكروبات ومقدرتها على تحسين انسياب البترول في حقول النفط وذلك بإغلاق التصدعات في صخور المكامل النفطية وتم عزل بكتيريا من تربة ملوثة بالنفط وتجربة نموها في صخور كربونية بها صدوع على أن يساعد نمو البكتيريا على إغلاق الصدوع ومن ثم يتحول مسار الماء المحقون إلى مسار آخر مما ساهم في زيادة إنتاج النفط بنسب تتراوح بين 27 و30% تعزيز إنتاج النفط من المواضيع الرئيسية في مركز أبحاث النفط والغاز فتعقيدات التكوينات الجيولوجية التي يوجد بها النفط العماني حفزت الشركات المسؤولة عن التنقيب والإنتاج النفطي للنظر في تقنيات مختلفة ومتطورة لتعزيز استخلاص النفط والتقنية الحيوية هي واحدة من التقنيات المقترحة التي يمكن أن تستخدم كبديل فعال لتعزيز استخلاص النفط نظرا لكلفتها الأقل وبكونها صديقة للبيئة فترتنا الأخبارية مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان وتتابعون فيها بعد الفاصل أجواء باردة ومناظر طبيعية جذابة يتمتع بها الجبل الشرقي بولاية الحمراء أهلا بكم جديد مناقشة خطط استراتيجية الاتحاد الآسوي للمكفوفين كانت من أبرز ما تم طرحه خلال الاجتماعات التي تستضيفها السلطنة وأكدت الاجتماعات التي شاركت فيها 22 دولة أكدت على أهمية توظيف التكنولوجيا لخدمة المكفوفين في إطار مقررات المنهاج العام لدورة الدفاع الوطني استضافت كلية الدفاع الوطني معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتأتي دعوة معالي لتصليط الضوء على مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بين الطموح والتحديات في مختلف المجالات وقد دعا معالي أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية في سياق محاضرته إلى الاهتمام بالشباب الخليجي وتطلعاته من انطلاقا مما يشكلونه من أهمية في مستقبل دول المجلس كما تتغرق معاليه إلى خطر الإرهاب ودور المجلس في مكافحته حضر المناسبة معالي دكتور عبدالله بن ناصر الحراسي رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وعدد من أصحاب السعادة والسفراء والدبلوماسيين ومسؤولين من الأجهزة العسكرية والأمنية وهيئة التوجيه والتدريس بكلية الدفاع الوطني أكثر من 137 ألف معاملة إلكترونية سجلت عبر بوابة استثمر بسهولة خلال العام الماضي وتمثلت هذه المعاملات التي تم تسجيلها في السجلات الجديدة وتجديد سجل تجاري وإضافة أنشطة وتعديلات في الأسماء التجارية وتصاريح الاستيراد التجارية والشخصية وشهادات إفراج وشهادات المنشأ انخفضت نسبة الإشغال بالفنادق ذات التصريف من 3 إلى 5 نجوم في السلطنة بنهاية نظمبر 2017 بمقدار 4 من 10% بمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2016 فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 2.4% لتصل إلى 174 مليون وتسعة واربعين ألف ريال عماني وأشارت الإحصائيات الصادرة على المركز الوطني للإحصائي والمعلومات إلى أن إجمالي عدد النزلاء بلغ حتى نهاية نوفمبر أكثر من مليون وثلاثمائة واربعة وتسعين ألف نزيل بنسبة خفاض بلغت أربعة بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2016 سوق مسقط الأوراق المالية يعزز ثقة المستثمرين لديه خلال مطلع عام 2018 نتيجة استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية والذي لامس مستوى 65 دولار ووصل سوق مسقط الأوراق المالية ارتفاعه للإسبوع الثاني على التوالي مسجلا عند الإغلاق 5.119 نقطة حالة من التفاؤل لدى المستثمرين وبدعم من أرقام الموازنة العامة للدولة وارتفاع أسعار النفط العالمية التي لامست مستوى 65 دولار أمريكي وبالتالي قدرة الحكومة على الاستمرار في الانفاق على المشاريع الهامة نرى أن هناك نوع من الحركة التداولية خلال فترة هذه وخصوصا الشركات التي نتوقع أنها تقوم بعمل التوزيع أرباح مجزية للمساهمين خلال هذه الفترة وأنه يكون هناك نوع من الحركة الإيجابية في ارتفاع كثير من الشركات المدرجة في السوق بعد تراجع خلال الفترة الربع الأخير من 2017 وقد بدأت السلطنة بعروض ترويجية في المملكة المتحدة وذلك لتسويق سندات بفترة استحقاق خمس وعشر وثلاثين سنة وبذلك تعيد السلطنة تجربة سابقة ناجحة جمعت خلالها خمسة مليارات دولار أمريكي عن طريق طرح سندات بذات الفترة الزمنية أتمنى إن شاء الله يكون عام 2018 عام إيجابي وعام أكثر حركة وأكثر تداولات وارتفاعات في السوق مسقط الأوراق المالية موازنة السلطنة لعام 2018 أظهرت نمواً في الإيرادات المقدرة بنسبة 9.2% على أساس سنوي إلى 9 مليارات وخمسمائة مليون ريال عماني وتم بناء موازنة هذا العام على سعر خمسين دولاراً للبرميل أسواق المال الخليجية شهدت تبايناً في الأداء مع استمرار حالة التفاول بصدور بيانات مالية إيجابية إضافة إلى تعزيز ثقات المستثمرين باستمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية بداية إيجابية للسوق المالي للعام 2018 مع إعلان موازنة وسعية وشفافة وشاملة إضافة لإدراج ناجح لشركة مدينة مسقط للتحلية مما يعكس توفير السيول النقدية لدى المستثمرين سعود بن سعيد المعولي محافظة مسقط أكثر من 128 مليون ريال عماني قيمة التداول العقاري خلال ديسمبر الماضي أوضح تقرير صادر عن التداولات العقارية بوزارة الإسكان خلال شهر ديسمبر الماضي بأن محافظة شمال الباطنة حققت أعلى التداولات العقارية في عقود البيع والإرث إضافة إلى الهبات على مستوى المحافظة فيما جاءت محافظة مسقط الأعلى في الرهن وفك الرهن والانتفاع والملكيات في حين جاءت ولايات صحم وبوشر والسيب الأكثر تملكاً بين الخليجيين لهذا الشهر وجاء مواطن دولة الكويت الأعلى في نسبة التملك بين أبناء دول المجلس أخبار عمان مستمرة من مركز الأخبار ولننتقل إلى جولة من أخبار المحافظات يبرز الشرقي في ولاية الحمرة في محافظة الداخلية كأحد مناطق الجذب السياحي على الخريطة السياحية في المحافظة فهو يشهد حراكاً سياحياً نشطاً في ظل ما يتمتع به من أجواء ومناطر طبيعية جدابة الجبل الشرقي توفر به مرافق سياحية كالفنادق والاشتراحات والتي تناسب أذواق الزوار لقضاء تجربة سياحية في منطقة جبلية ذات طبيعة متباينة حب الله عمان بطبيعة خلابة تسر الناظرين وتبهر الزائرين ويبرز الجبل الشرقي في ولاية الحمرة في محافظة الداخلية بمناظره الجميلة وتضاريسه المتباينة ليشكل نقطة جذب للزوار من داخل وخارق السلطنة إنها أول زيارة لي إلى الجبل الشرقي وعندما وصلت إلى هنا كنت سعيداً برؤية هذا المنظر والتقطت الكثير من الصور وكنت عندما ألتقط الصور أفكر بإرسال هذه الصور إلى أصدقائي في بوليود لتصوير فيلم سينمائي هنا إنه مكان في غاية الروعة وأنا أحب الجبال وقد زرت عمان مراراً ولكنها الزيارة الأولى إلى هذا الجبل والطبيعة جميلة جداً وأفضل بكثير من التقس في بلدي أول شيء مباشرة لبسوا الجاكيتات اللي أخذوهم لأن الجو شيء بارد نفس الشيء انطباعهم جميل خاصة لما شافوا الكرة المطلة على مثل بلد سيت كريت حاط وهي مناظر جميلة صراحة خاصة هذه الكرة اللي هي بلد سيت أنا درست فيها مثل قبل عشر سنوات تقريباً من السهولة الوصول إلى الجبل الذي يعد امتداداً لجبل شمس من الجهة الشرقية فجميع أنواع المركبات تصل إلى أعلى نقطة في الجبل عبر طريق ممهد يبدأ من ولاية الحمراء وحتى منطقة الشرف النشاط السياحي طبعاً يبدو من شهر عشرة عندنا إلى شهر أربعة وما شاء الله في أيام الإيجازات خاصة يكون المنطقة مزدحمة سوى السياحة الداخلية من داخل السلطنة أو السياح الخارجيين من خارج السلطنة خدمات سياحية متنامية باتت متوفرة بفضل استثمارات القطاع الخاص لتوفير الفنادق والاستراحات السياحية التي تم تجهيزها بكل ما يحتاجه الزائر للمناطق الجبلية لتشكل بذلك ركيزة لتنمية الحراك السياحي الحمد لله خلال هذه الفترة نشهد حركة سياحية كثيفة في الجبل الشرقي سواء كان من السياحة الخارجية أو السياحة الشتوية من مختلف الجنسيات وكذلك السياحة الداخلية من العمانيين والأجانب المقيمين في السلطنة وكذلك أخواننا من دول الخليج في الاستراحة هنا نوفر خلمات إيوائية تشمل مختلف الأصناف في عندنا شالهات وكذلك غرف مفردة تلاقي من جميع السواح بالنسبة للمرافق السياحية اللي موجودة في الفندق لدينا 28 غرفة طبعا مزدوقة بالإضافة إلى مطعم موجود هنا داخل الفندق والصالة من صلاة الرياضة أيضا موجود هنا وبليارد أيضا كذلك موجود والحمد لله نحاول نغطي متطلبات السواح في أسرع وقت ممكن ومن الجبل الشرقي يمكن الوصول إلى العديد من القرى السياحية والتجمعات السكانية المنتشرة على امتداد المرتفعات الجبلية للاستمتاع بهدوء الطبيعة والأجواء الشتوية الباردة ومناظر السحب وهي تلامس قمم الجبال في هذه البقعة ينهي الزائر لولاية الحمراء رحلته في الجبل الشرقي ليبدأ رحلة إلى ولاية الرستاق عبر طريق يأخذه من هنا إلى هناك سعيد بن ذيب الهنائي من الجبل الشرقي بولاية الحمراء محافظة الداخلية انطلقت على ميدان مزرعة الرحبة بولاية بركة منافسات الجولة التاسعة من سباق الخيل الأهلية وذلك بمشاركة أكثر من 120 خيلا من مختلف المحافظات المسابقة التي ينظمها نادي سباق الخيل السلطاني بشؤون البلاط السلطاني تضمنت تسعة أشواط ستة منها خصصت للخيول العربية الأصيلة وثلاثة للخيول المهجنة وقيمت على ميدان سباقات الخيل الأهلية بمزرعة الرحبة بولاية بركة وبتنظيم من الخيالة السلطانية شهدت إثارة ومنافسة بين الفرسان المشاركين في الأشواط التسعة التي خصصت ستة منها للخيول العربية الأصيلة وثلاثة أشواط للخيول المهجنة الأصيلة قص شريط الشوط الأول الفرس إدراك للخيال السلطانية والتي امتطتها زينب بن تعليل عويسية ويخطف الحصان الباسل لقب الشوط الثاني لداود بن سليمان المحرزي والفارس أنس بن سالم السيابي أما الحصان رماح فقد حقق لقب الشوط الثالث لسعود بن حمد زكواني والفارس عبد العزيز بن فهد لبلوشي والشوط الرابع يحقق لقبه الحصان راستا روكت لمالكه رمزي بن خليفة الفلاحي والفارس المتألق عبد العزيز بن فهد لبلوشي ويذهب لقب الشوط الخامس للحصان هينري ذا جوست لمالكه حمد بن منصور السليمي والفارس أنس بن سالم السيابي أما الحصان الوسمي فقد فاز بلقب الشوط السادس للمالك حمزة بن علي الطائي والفارس مؤنس بن سالم السيابي ويحقق الحصان باربيل ويند لقب الشوط السابع لمالكه عبد الله بن سيف المالكي والفارس محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن في حين يذهب لقب الشوط الثامن للحصان دبي أكونيك لرمزي بن خليفة الفلاحي والفارس عيسى بن محمد لبلوشي ويختم أشواط هذا السباق الحصان باكير ديفلوزي لصاحب السمو السيد طارق بن محمد آل سعيد والفارس عيسى بن محمد لبلوشي متوجا بلقب الشوط التاسع ليقوم بعدها راء الحفل بتكريم الفائزين بجوائز هذا السباق في أشواطه التسعة عبد الله بن عامر الويهي من مزرعة الرحبة لسباقات الخيل بولاية بركة محافظة جنوب الباطنة تحت شعار معا لرياضة المشي نظم أهالي ولاية الخابورة يوم رياضيا صحيا للمشي لمسافة 11 كيلو متر يهدف اليوم الرياضي إلى توعية المجتمع بالنشاط البدني وأهميته لصحة الإنسان على الموعد في الصباح الباكر يستعد المشاركون لقطع مسافة 11 كيلو مترا يتحدثون في تفاصيلها قبل الانطلاق المسار الذي اخترناه من الطبيعة طبعا كتشقيع أيضا سياحي لوادي شافان والحضور أيضا من مختلف المحافظات والمناطق السلطنة الكل تواصل معنا يرغب في المشاركة فاخترنا مسار سهل للجميع مسار المسير 11 كيلو أكثر من 300 مشاركين انطلقوا من أمام مركز وادي شافان الصحي في مسير راجل يهدف لترسيخ أهمية المشي كجانب صحي كان هو ديدن الآباء والأجداد أهمية المشي هو كسب الرياضة ونحي التراث لأهالي وأبانا وأجدادنا وهذا شيء ما غريب على الأعماليين المشي هذا متعودين كان قبل الزمان السابق يمشون ويعطون مسافات على رجلهم الأقدام والأجمال والحمير لم يغفل المنظمون الالتفات إلى البعد السياحي لهذه القرى فقد مضى المسير ليكشف بعض الملامح الجميلة في هذا الوادي كما رصدها المصور خميس لمحاربي هذه فرصة يعني التميز بالطبيعة ويستمعها لياقة واستثمار للبيئات المقومات عماني عمان زاخرة بكل ما فيها وسأحاول بمعارسة الصغيرة هذه أن أصور بعض المعلاقات الجميلة أمشي وأصور المشاركين وأصور تقاسيم الرائع في الطبيعة يستمر المسير بين هذه الجبال والمشاركون صغارا وكبارا في صعود وهبوط يقهرون هذه التضاريس بلياقة بدنية تحث على أهمية هذا النشاط الحمد لله مشينا مع الناس الكبار وسعادة الحمد لله فرحانين مشينا مسافة طويلة اليوم مشيت مع جدي واستمتعت كثيرا الأهازيج الشعبية والحماسة طوال المسار ذللت المسافة المحددة حتى وصل الجميع لنقطة النهاية بنجاح المشي رياضة مهمة لمن يبحث عن الصحة والنشاط اليومي وظاهرة جماعية بدأت تنتشر في المجتمع فكيف إذا كان المشي في بيئة صحية نقية عبد العزيز بن حمد العجمي من وادي شافان بولاية الخابورة محافظة شمال الباطنة وبهذا التقرير نصل إلى ختام هذه النشرة شكرا لمتابعتكم إلى اللقاء السلام عليكم ورحمة الله أسعد الله ومساعدكم بكل خير ومشاهدين كرام الآخر صور الجوية نلاحظ انتشار السحف في أجواء شمال وغرب شبل جزيرة العربية أدى ذلك في الأجواء تبقى مستقرة بما في ذلك أجواء السلطنة إلى تفاصيل الأجواء لقادم ساعات من هذه الليلة درجات الحرارة الصغرى بين 16 إلى 17 في العاصمة مصد ضمن أجواء مستقرة بوجه عام والحال ذاتي بالنسبة لأجواء جلوم الباطنة وتصل الصغرى على المناطق الجبلية خلال ساعات الليل 12 درجة 16 درجة على سواحل شمال الباطنة و16 أيضا في محافظة مسندم مع تواجد بعض السحف هناك خلال ساعات هذه الليلة وأجواء غائمة جزيين تنتشر سحف متأخرة خلال ساعات متأخرة من الليل وصباح الباكر في أجواء محافظة البريمي ودرجة حرارة صغرى 10 درجات الحال ذاتي بالنسبة للمناطق الصحراوية في محافظة ظاهرة تتواجد فيها بعض السحف المتفرقة ودرجة الحرارة حول العشر درجات في معظم أرجاء المحافظة درجتان في قمم جبال الداخلية و12 درجة مئوية في باقي أرجاها ضمن أجواء مستقرة 12 إلى 13 درجة صغرى ليلة في أرجاء شمال الشرقية مع أجواء خالية من السحف تتواجد بعض السحف في أرجاء محافظة جنوب الشرقية ودرجات الحرارة بين 16 إلى 17 درجة صغرى 10 درجات في المناطق الصحراوية في محافظة الوسطى وتصل 17 درجة على مناطقها الساحلية ضمن أجواء خالية من السحف تنتشر بعض السحف تفرقة على سواحل محافظة ظفار ودرجة الحرارة هناك 18 درجة و10 درجات في شمال المحافظة البحر هذه الموجة على سواحل بحر العرب ويصل أقصر دفاعاً له متر وربع المتر الرياح تكون شمالية شرقية خفيفة السرعة وعلى سواحل محافظة مسندم رياح نشطة تكون شمالية غربية تصل سرعتها إلى 15 عقدة وبالتالي البحر يكون خلال ساعات هذه الليلة هادئة إلى متوسط موج يصل أقصر دفاعاً للموج هناك متراً واحداً ونصف المتر على بحر عمان يبقى البحر والموج هادئ متراً واحداً فقط والرياح متغيرة لتجاه خفيفة السرعة كان هذا كل ما لدينا من أخبان الطقس حتى الساعة شكراً لطيب متابعة وإلى اللقاء